إلى الفقرة السياسية مع الزميلة دوريز رحمة فخرة دوريز ما سالخير؟ ما سالخير ديانا؟ ما الأخبار سيعتذر؟ ما سيعتذر؟ يبدو الاعتذار جدي هذه المرة هل تشكل المهل الجديد التي حددها الاتحاد الأوروبي مجتمعاً قبل بدء سرياني مفعول العقوبات سبباً لدفع المسؤولين عن التأليف على تسهيل مهمة التشكيل؟ الجواب قد يتضح خلال أيام بعد عودة الرئيس المكلف من مصر التي توجه إليها اليوم حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري غداً الأربعاء وتقريب موعد الزيارة من الخميس إلى الأربعاء إلى مصر كان الارتباط السيسي بحسب المعلومات بافتتاح مشروع مهم في مصر الخميس وقد باتت زيارة الحريري إلى بعبدة مؤكدة بعدما اتصل اليوم برئيس الجمهورية واعتذر عن عدم الحضور اليوم لارتباطه بالتزام جديد وطلب تأجيل الموعد إلى الأربعاء أي ما بعد عودته من مصر وبحسب مصادر مطلعة على موقف الحريري هو سيقدم لرئيس الجمهورية إن زاره تشكيلة من 24 وزيراً وإذا رفضها الرئيس ميشيل عون فسيذهب الحريري إلى الاعتدار أما البديل فلا يزال الاسم المرجح لتولي حكومة تحضر للانتخابات الرئيس ناجيب ميقاتي وفق ما تؤكد أو ما يؤكد زوار بيت الوسط لكن مصادر ميقاتي تؤكد أنه رفض المهم منذ أن عرضت عليه ولا يزال على موقفه وهو سيطلع اللبنانيين قريباً في بيان مفصل الأسباب التي دفعته إلى رفض مهمة التكليف وكان الرئيس عون استبق زيارة الحريري وغرد على حسابه الخاص داعياً منتقدي رئيس الجمهورية وصلاحيته إلى قراءة الفقر الرابعة من المادة 53 جيداً هل شكلت العقوبات الأوروبية عاملاً إضافياً لاعتدار الحريري المرتقب؟ لسيما أن العقوبات قد تطاله إن لم يعمد إلى وضع تشكيله وقد أبلغ بذلك في أي حال القرار السياسي الجامع الأوروبي قد اتخذ ويبقى قبل البدء بتنفيذ العقوبات وضع الآلية القانونية لتنفيذها ويجب أن يلتقي الوزراء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجدداً للاتفاق على هذه الألية وبالتالي لن تكون نهاية شهر تموز موعد البدء بفرض العقوبات لكن اللافت في القرار في اجتماع الاتحاد الأوروبي الاثنين أن 27 دولة أوروبية وفقت حتى هنجاريا التي كان يعتمد عليها رئيس الطيار الوطني الحر لفرض فيتو على طرح العقوبات لم تعترض هذا وتكشف المعلومات أن فرنسا وألمانيا كانتا الأكثر تصميماً على فرض العقوبات وعملتا على تأمين الإجماع جديد العقوبات هو أنها ستطاول سياسيين ومسؤولين من الصف الأول ولم تقتصر على المستشارين والحلقة الضيقة للمسؤولين الأسماء التي ستشملها العقوبات هي من مختلف الطوائف وكل اسم ارتبط بتعطيل الحكومة وبمنع حصول الإصلاحات أو منع اتخاذ القرارات المؤدية إلى الإصلاحات إضافة إلى شخصيات ساهمت في الانهيار المالي وانهيار القطاع المصرفي وللتذكير فإن دولاً عربية كانت سعت إلى إلغاء بعض الأسماء من لائحة العقوبات ومن بينها الإمارات ومصر ولم يتم التأكد بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي حدف هذه الأسماء فيما علم أن وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان كان تواصل الأسبوع الماضي مع مسؤولين سعوديين ووضعهم في أجواء قرار الاتحاد الأوروبي وخطوة فرض العقوبات شكراً دونيس يعني معلومات بتفشل خلق شوي إن شاء الله شكراً شكراً